سوف نحط الرباب مكدور في قلب الكرتين وول دعنا نرسم الكرتين وول وبعد كده هقول له ان انا عايز ارسم الكرتين وول هنا ممكن حتى ناخد الهياء ديت فهيقول لي خلي بالك ان في حتين او توولز في نفس المكان فاقول له اعمل قط اختار الحطة الكبيرة وبعد كده الكرتين دعنا نشوفها في 3D نزور معي حاجة بشكل ذوت ممكن تطلع دي مثلا كده دلوقتي انا عايز احط اللي هو الباب اللي بيلف في العادي لو انا عايز احط باب هنا بعمل سريكت على هنا وابدأ اختار الباب هل عندي هنا باب؟ ما عنديش طيب عايزين نحمل الباب العادي وبعد كن نحمل الباب اللي هو الربولبينج طيب هاجي هنا اقول له من insert ان انا عايز احمل family واختار doors واختار door curtain wall single احمل في المشروع هادوس على ده تاب وهاجي هنا هقول له دور فهيحمل لي الباب بشكل ذوت هتلاقي ده دور curtain wall signal glass طيب دلوقتي انا عايز حاجة تانية فممكن ان انا عايز اخد مساحه معينة احساس ان انا احط الباب بتاعي فممكن تعمل select كده على ال curtain wall واقول له edit profile وهبدأ اطرح الجزء الخاص اللي انا احط فيه الباب الدوار حسب الماس بتاعه بما ان احنا اطرحنا فهده هيصبح حائط فهده هتحط فيه الباب بتاعنا فاجي هنا ارتكشر واقول له انا عايز دور وقابل ادور على الباب اللي هو revolving زي دوت revolving وقابل ادور على الباب اللي هو اوين وهي هتحط فيه الحيطة بالشكل دوت ممكن نجي نعمل select كده ونقول له edit profile ونختار ان هو يكون على مقاس الباب الزغط بشكل دوت اشتركوا في القناة